أكثر من عشرة قوائم انتخابية يمكن أن ينطبق عليها وصف أحزاب ضل يقودها وزراء ونواب وقادة فصائل بعضهم يعيد الدور للمرات الثانية بعد اللاعبه في الانتخابات الأخيرة ومن المقرر أن يشارك نحو 300 حزب و50 أتلافاً في الانتخابات المحلية التي يفترض إجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل وبحسب بيان مفوضية الانتخابات كما موضح بالأرقام البيانية على الشاشة فإن عدد الناخبين الكلي قد تخطى 940 ألف ناخب لاختيار ممثلهم في مجالس المحافظات وذلك تمهيداً للوصول إلى دفة البرلمان المقبل واستلام قيادة السلطة التشريعية بكتل وأحزاب جديدة أبرزها تحالف أجيال الذي يقوده المنشاق عن دولة القانون النائب محمد الصيهود وبدعم رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وبحسب أرقام الناخبين المراجعين للحصول على البطاقة البيومترية فإن الوثيقة الرسمية للتصويت يتوقع يعزف بين ربع إلى ثلث الناخبين عن التصويت فيما يقول آخرون أن ورقة الضل ستساهم بجمع أكبر عدد من الأصوات من جهة وتششيت أصوات خصومه من جهة أخرى وحتى الآن وبحسب المتداولة فإن هناك 12 تلافاً وحزباً يعملون في ظلي لصالح كتل أخرى منها شموخ البصرة وإبداع كربلاء ومدارة وحركة العراق الوطنية ومدينة وتجمع رجال العراق وتلاف سلامة وطن إضافة إلى تقدم وقمامة والقيادة التابعة لرئيس البرلماني محمد الحلبوسي فضلاً عن تحالف الأنبار هويتنا وأخرى تابعة لخصومه السياسيين ترجمة نانسي قنقر